الشي الوحيد اللي عملته قبل ما ابتدي تسجيل الفيديو هو اني نزلت تعريفات انفيديا لكون قادر اني سجل الشاشة ونزلت الاو بي اس ونزلت متصفح انا نزلت الكروميوم بس طبعا موضوع المتصفح راجع اليك بس متل ما شفنا بنهاية الفيديو الماضي انه اذا جيت للكويك تاغلز انه ما في عندي واي فاي او شبكة ما في عندي صوت اللي بلوتوست لا لاني انا فعالت البلوتوست بس شايف اذا جينا للسيتينج انه ما في عندي امكانية اني غير الشبكة اللي بدي اختارها او اتصل بشبكة واي فاي اذا جينا للصوت رح شوف انه ما في عندي لا جهاز اوتبوت ولا جهاز ايمبوت حتى هلا انا عمالي سجل الشاشة بدون صوت ما بعرف كيف رح اعمل عملية المزامنة بعد شوي بالمونتاج بس ما في عندي صوت لسه اذا جينا باعتبار انه انا ثبتت تعريفات انفيديا اذا جينا للماوس والتوتش باد هلا شايف انه انا متصل مع الماوس انا عمالي استخدم الماوس وليس التوتش باد بس بعد تثبيت تعريفات انفيديا كل اعدادات التوتش باد من الناتشورال سكرولين بدل ما انك تتحرك لفوق او لتحت يكونوا معكوسين هات الخيار اختفى اذا كان في عندي التاب توكليك يعني اني بس اعمل عملية نقر على التوتش بدل ما اني اضغط الزر اللي موجود تحتها هاي الخيارات اختفت بعد تثبيت تعريفات انفيديا فكمان رح نشوف كيف رح نعملها فاول شي خلينا نحل مشكلة الشبكة او الشبكات والاتصال فهلا بالسيتنج يعني هو مباشرة اي اللي شو هو الارور اللي موجود فنحن بالفيديو الماضي وقت اللي سبتناها شو سبتنا سبتنا ال WPA Supplicant انا اللي لازم انه يكون شغال عندي لحتى يشتغل لحتى تشتغل الشبكات بالشكل صح هو ال Network Manager فهلا اللي لازم اني اعمله رح نقله سودو LN لا رح نقله اول شي لازم اني عطل ال WPA Supplicant وبعدين فعل ال Network Manager فرح نقله سودو RM slash var slash service slash WPA Supplicant وبعدين رح نقله سودو LN dash S var etsy sv network هاد رح ناخده لل Space slash var slash service فهلا إذا جينا لا المتصفح او لا ال Settings خلينا نسكره ونرجع نفتحه فبعد ما فتحت ال Settings مرة تانية شايف انه صار في عندي خيار جديد لل Wifi وصار في عندي ال Network هلا أنا اتصلت بالكبل بس ال Wifi لسه موجود ولسه ها نفس الشبكات اللي عندي فصار فيني اني استخدم ال Wifi وإذا انتبهت لل Quick Toggles صار في عندي ايقونة الاتصال بالشبكة هلا ظاهر اني متصل عن طريق الكبل بس امكانية الاتصال بال Wifi صارت متاحة صار فيني غير الشبكة إذا كنت بدي اطلع مع اللابتوب لمكان بره البيت وغير شبكتي بس لسه في عندي مشكلة الصوت ومتل ما اللي شايفت بي الاعدادات انه ما في عندي لا اجهزة اخراج ولا اجهزة ادخال بدنا نثبت محرك تعريف الصوت أو محرك الصوت وأنا يعني اغلبكم صار يعرف انه انا من عشاء الPipeWire ما بدي استخدم الPulse Audio فتفعيل الPipeWire على Void مختلف عن تفعيله على التوزيعات اللي فيها System D لانه لازم اني فعل الPipeWire للمستخدم بشكل حالي هو نفس الكلام بيتم على التوزيعات اللي فيها System D بس بهدليك التوزيعات System D هو اللي بيقوم بكافة المهام أما هون فلازم انه نعملها بشكل يدوي فلو اجينا لا الDocumentation الخاصة بالPipe بالVoid راح نشوف لا الPipeWire أول شي لازم اني سبت حزمة الPipeWire وبعدين اذا كان بدي استخدمه كReplacement او كبديل عن الPulse Audio كمان في عندي القسم اللي راح نمشي بالخطوطين مع بعض فأول شي خلينا نجي للTerminal وندور على الPipeWire فهلا شايف انه الحزم اللي انا راح سبتها اللي هي PipeWire ورح سبت حزمة LeapJack-PipeWire وين موجودة عندي حزمة LeapJack كمان هاي ممكن انك تسبتها وممكن انك ما تسبتها بس كمان لسه في عندي الAlsa-PipeWire لازم اني سبتها وفي عندي الSessionManager اللي راح نستخدم الWirePlumber فرح نقل له sudo xpps-install ورح نسبت الPipeWire رح نسبت LeapJack-PipeWire ورح نسبت الWirePlumber خلينا نسبت الحزم اللي 3 او نسينا الحزم الرابعة اللي هي الAlsa هلا رح نرجع ونسبتها فرح نسبت الAlsa-PipeWire طيب هلا بهاي الطريقة انا ثبتت الحزم بس لسه ما في عندي صوت لازم اني فعل هاي الخدمات اللي 3 او هاي الحزم اللي ثبتتها فخلينا اول شي نشوف كيف رح نفعل الPipeWire بحد ذاته عماله يقول لي لان لحتى سبت لحتى فعل الPipeWire اول شي لازم اني شغله كل مرة بيقلع فيها النظام بدل ما انه استنى ليقلع النظام وبعدين شغله هلا هاي الخطوة رح تكون هون في عندي spoiler alert انه اذا كنت عمالك تستخدم Desktop Manager الها طريقة واذا كنت عمالك تستخدم Window Manager في الها طريقة تانية هلا نحن اليوم باعتبار انه عمالنا نستخدم Gnome اللي هو واجهة متكاملة Desktop Environment فرح نجي ونعمل نسخ للامر اللي هو عاطيني اياه بالDocumentation اللي فعليا عماله ينسخ ملف الDot Desktop من مساره الاساسي لمسار Auto Start فرح ننسخ هذا السطر ونرجع للترمينال بالترمينال رح نقل له طبعا مع سودو رح نعمل له عملية اللسق هلا لسه في عندي نقطة تانية اللي هي استبدال الPulse Audio وبعدين بنجي للSession Manager خلينا نجي لاستبدال الPulse فبهي الحالي اول شي متل ما شفنا انه عمالي قل لي انه قبل ما شغل الPipeWire-Pulse لازم اني اتأكد انه ما في عندي اي Pulse Audio شغال فلو اجينا للترمينال مرة تانية خلينا نمسح الشاشة ورح قل له BID OFF Pulse Audio شايف انه ما في عندي اي شي شغال خلينا نرجع للDocumentation وبعدها لازم اني انسخ الملف متل ما عملنا بالخطوة الاولى اللي هو اعمله Auto Start مع اقلاع النظام فرح نجي للترمينال مرة تانية وكمان رح نقل له نرجع لهذا الامر ورح استبدل الPipeWire.Desktop بPipeWire-Pulse وبنهاية الامر كمان رح يكون في عندي PipeWire-Pulse هلا الخدمتين صاروا موجودين بالAuto Start بس لسه ما شغلناهن فخليني افتح Tabs جديدة بالTab الاولى رح قل له PipeWire هلا في عندي حزمة RT-Kit انا ما ثبتتها اغلب الناس ما رح تكون بحاجتها هاد الError اللي عمله يطلع هو عن RT-Kit وبالTab اللي بعدها رح نقل له PipeWire-Pulse كمان نفس الوضع عندي مشكلة RT-Kit فهلا لو اجينا للترمينال او للTab الاولى ورح نقل له P-A-C-T-L Space Info فرح شوف انه عندي الصوت شغال على PipeWire وهلا وقت اللي بعمل اعادة تشغيل للنصام فرح يكون الصوت شغال لو اجينا للإعدادات خلينا نسكرها ونرجع نفتحها فرح شوف انه عندي الSpeakers صارت شغالة والميغريفون كمان صار شغال هلا هذا الوضع مؤقت لو قد عيد تشغيل النصام ما عد في داعي اني اكتب PipeWire أو PipeWire-Pulse بالترمينال رح يشتغل بشكل أوتوماتيكي طيب ضل عندي اني اضبط Media Session فلو رجعنا للDocumentation رح شوف انه عملية بعمل اللي بالDocumentation انه PipeWire اللي بيجي على Void بيستخدم PipeWire-Media-Session بس هاي الحزمة يعني صارت Deprecated وما عادت مستخدمة والبديل عنها حكيته بفيديو PipeWire المستقل هو اني استخدم الWire Plumber هلا نحنا سبتنا الWire Plumber بس لازم خلي الConfiguration تعرف انه بدي استخدم الWire Plumber وإلغي الPipeWire-Media-Session فلحتى نقوم بهذا الكلام رح اشي اول شي وانسخ انا بدي اعمله على مستوى المستخدم وليس على مستوى النظام فالملف ملف الConfiguration رح يكون بمسار ال.Config وليس بالETC ال.Config الخاص بالمستخدم فاول شي رح انسخ هاد القسم اللي بيبتدي بالنقطين نرجع للترمينال وهلا هون بدون سودو عمال اعمل هاي الخطوات رح اعمل لسق وبعدين رح انسخ الامر اللي بعده لحتى قوم بانشاء مجلد اسمه pipewire ضمن ال.Config فرح نعمله نسخ كمان ونعمل عملية لسق ومنجي للخطوة اللي بعدها الالوه هي اني انسخ امر SID اللي هو هاد الاسطر اللي ثلاثة بالكامل لانه بنهاية السطر في عندي الباك سلاش فرح انسخ هاد الامر واعمل له عملية لسة هلا بهاي الطريقة صار يستخدم الواير بلمبر بدل الميديا بدل البايب واير داش ميديا داش سيشن بس لسه كمان لازم اني ضيف الواير بلمبر للاوتو ستارت متل ما عملنا مع البايب واير والبايب واير داش داش بولس فرح نقل له هلا مع سودو رح نقل له سودو CP User Share Applications ورح يكون عندي الواير بلمبر لأوين بدي انسخه بدي انسخه لا الETC XDG اوتو ستارت ورح نسمي وير بلمبر دوت ديستوب فبهذه الطريقة صار عندي البيب واير والبايب واير داش بولس والبايب واير بلمبر رح يشتغلوا وقت اقلع بالنظام وما في داعي اني اكتب هاي الاوامر بالترمينال طيب حكيت انه بدي سبت تعريفات انفيديا تعريفات انفيديا ليست موجودة على المستودعات الاساسية لانه المستودعات الاساسية هي بس البرمجيات الحرة فبالبداية لازم اني سبت مستودع البرمجيات غير الحرة فرح نقل له Sudo XPPS-install ورح نقل له void-repo-non-free هلا متى ما اللي شايف انه انا هاي الحزمة مسبتها بعدين رح سبت تعريفات انفيديا ورح سبت الكنترولر الخاص بالمعالج اللي بيحتوي على كل ثغرات الامان بيكون معمول لها patching فهي لازم اني سبت اليو كود الخاص بالمعالج اللي عندي سواء كان intel ولا amd فرح نقل له سواء اكس بي بي اس داش انستول وحزمة انفيديا اسمها انفيديا للكروت الجديدة الكروت القديمة في عندي انفيديا داش 390 انفيديا داش اربعمية وخمسين فانت بالاعتماد على نوع الكرت اللي عندك بتشوف شو هي الحزمة المناسبة انا بحالتي انفيديا بدون اي شي تاني كافية ورح نقل له intel-ucode فكمان متى ما اللي شايف انه انا هدول الحزمتين كمان سبتتهم هلا بعدها لسه انا ما في عندي اي power management او ما في عندي ادارة لاستهلاك الطاقة فرح نسبت حزمة اسمها سودو عفوا سودو هو الامر سودو xpps-install والحزمة رح يكون اسمها power-profiles-demon هاي بديل عن التيل بي انا صراحة انه يعني شفتها افضل من التيل بي فرح نقل له سبتلي اياها وهي الحزمة كمان لازم اني فعلها هي عبارة عن سيرفيس عن خدمة فباستخدام الرانيت فرح نقل له خلينا نمسح الشاشة رح نقل له سودو ln-s space-slash-etc-slash-sv-power-profiles-demon-space-slash-var-service رح نقل له اوكي هلا لو اجينا للكويك تاكلز رح شوف انه صار في عندي خيار جديد بيسمح لي اني اختار بين الperformance البالانست والباور سيفر انت اذا ما كنت متصل بمعمالك تشحن الكمبيوتر فاكيد رح تختار الباور سيفر والاستخدام اليومي رح يكون في عندي البالانست اكدر من كافي اذا كان بدك الاداء الاقصى لالجايمينج على سبيل المثال فبتستخدم الperformance طبعا هاي الحزمة ليست حصرية فقط بالفويد وانما هي موجودة على كل التوزيعات انا بيستخدمها بشكل دائم هلا اذا فتحنا متصفح الملفات فرح شوف انه ما في عندي غير مجلد الdownloads موجود انا لحتى ما قوم بانشاء المجلدات التانية اللي هي الdownloads الdocuments والpictures والmusic والdesktop بشكل يدوي فرح نثبت حزمتين الحزمة الاولى رح يكون اسمها xpps-install xdg-user-dears والحزمة التانية لاني عمالي استخدم اللي غنوم رح يكون اسمها xdg-user-dears-gtk وبعدها لو قلت له xdg- خلينا نضغط tab رح شوف انه الامر اللي بدي اكتبه هو user-dears-update هلا لو اجينا للمتصفح او لمدير الملفات رح شوف انه تم انشاء كافة المجلدات بدون ما قوم بانشاءها بشكل يدوي ومثل ما حكيت فبعد تثبيت تعريفات انفيديا فالنقر على التوتشباد او التابينج ما عد اشتغل والسكرولينج بالاصبعين انعكست الاتجاهات وما عد فيني غيرها فحتى بالكونفجوريشن او بالساتينجز راح تكافة الاعدادات الخاصة بالتوتشباد فلحتى نحل هذا الموضوع رح نسرق الطريقة من الارتش لينوكس رح اجي للويكي الخاص بالارتش ونسرق المعلومات منه فما في اي مشاكل انك تسرق معلوماتك من مكان تاني فلو اجينا للويكي ارتش ودورنا على لب ايمبوت واجينا اول شي رح اجي واستخدم هاد الامر اللي هو لب ايمبوت سلاش دي وايسيز فرح نيجي لهاد الامر وننسخه ورح نرجع للترمينال ومع سوده رح اعمل عملية لسئ لهاد الامر انا اللي بيهمني من هاد الامر هو اسم التوتشباد اللي عندي اسم الديفايس بحد ذاته فلو اشيت ودورت عليه فرح شوف الديفايس رح يكون هو السين بيتو طبعا انت عندك ممكن انه يكون الاسم مختلف خلينا نحفظ هاد الاسم ببالنا وبعدين من شان ما يروح من عندي رح افتح ترمينال تانية او افتح تاب تانية ورح نجي للويكي مرة تانية وبعدين رح نجي للقسم اللي بعده اللي هو الفيا اكس اور كونفيريشن فايل بدي قوم بانشاء اول شي اذا كان هاد المسار ماله موجود اللي هو اتسي اكس ايليفن اكس اور كونف دوت دي هاد القسم الاخير احتمال ما يكون موجود فرح نقوم بانشاء هاد المسار خلينا ننسخ هاد القسم بي الكامل ورح نقل له سودو وبعدين ميك دير ونعمل عملية لسئ طبعا ما عمل ليه لانه انا عامله اردي خلينا نرجع لالويكي وبعدين بدي انشئ ملف جديد رح يكون اسمه 30-touchpad.config ضمن هاد المسار اللي انشأته فخليني انسخ الاسم بي الكامل ورح نقل له سودو فيم ونعمل عملية لسق طيب هلا هون بدي انسخ المحتويات او بدي حط المحتويات خلينا نرجع لهاد المكان ونشي ننسخ هاد القسم اللي بيبتدي من سكشن لاند سكشن رح اعمل كمان عملية نسخ منشي لهون رح اضغط i واعمل عملية لسق هلا قبل ما احفظ هاد الملف في عندي بعض التغييرات اللي لازم اعملها اول شي الidentifier اللي هو الديف نيم اللي حصلت عليه من الامر القديم اللي كان هو اللي هو كان بعدين list devices فرح نسخ هاد الاسم ونرجع للترمينال او للفايل ورح بدل الديف نيم بالاسم اللي نسخته والنقاط الثلاثة هي اللي بدي حط فيها options فخلينا نرجع للويكي اول شي رح انسخ انه match is touchpad on هاد رح ااخده طبعا النقاط الثلاثة رح استبدلها ولسه في عندي optionين تانيات رح ايجي لا option tapping on رح انسخها كمان رح ضيفها ولسه في عندي option تالت اللي هو natural scrolling true كمان رح انسخ option لنهايته وهلا بعد ما اعمل اعادة تشغيل للكوميوتر رح شوف انه tapping صارت تشتغل scrolling صارت بالاتجاه الصحيح فوق هو فوق وتحت هو تحت وهي options رح ترجع وتطلع عندي بالsettings الخاصة بgnوم طيب هلا لحتى انه يكون في عندي تشكيلة واسعة من البرامج او اذا كانت البرامج ما موجودة على مستودعات الفويت رح نقوم بتثبيت الفلات باك فعليا ما رح نسبتها لانه تم تثبيتها بشكل اوتوماتيكي الفيديو الماضي مع تثبيت قام وسبت الفلات باك بس ما اضاف اي مستودعات في عندي طريقتين لاني اضيف المستودع اللي هو الفلات هب فاما بيجي لموقع الفلات هب وبدور على اي برنامج بدي ثبته فانا متل ما حكيت بدي ثبت الان جوجل ورح نزل هاد الملف هو عبارة عن ملف بعد ما اضغط عليه وقل له انستول رح ينزل لي هاد الملف ووقت بيجي بثبته من الترمينال لو اجينا لالترمينال خلينا نجي سيدي داونلود رح نقل له فلات باك انستول و الكم دوت جيت رح تثبت هاد الملف وبهاي طريقة رح يضف لي مستودع الفلات هب الطريقة التانية لو اجيت ل الفلات باك دوت اور هاي المرة وليس الفلات هب الفلات باك دوت اور واجينا لقسم ال get set up رح نجي ل الفويد موجود عندي الفويد طبعا مثل ما حكيت انه الفلات باك سبت لي مع الجنوم بس لحتى اضيف المستودع فرح انسخ هاد الامر وعمل له عملية لزق او paste بي الترمينال ورح يضف لي المستودع اذا ما كان موجود اللي لاحظتوا انه لحد الان كل البرامج اللي سبتتها كنت عمالي سبتها عن طريق الترمينال يعني ما في عندي الجنوم software وبالأساس ما له مسبت لو اجيت ودورت عليه بالبرامج رح نقل له software رح شوف انه ما في عندي اي برنامج لتثبيت البرامج اللي بدي اها ولو اشيت بالترمينال ودورت على الجنوم software فرح شوف انه ما له مسبت وحتى لو سبتته فرح يكون بس لبرامج اللي فلات باك يعني كل البرامج اللي بدي سبتها من المستودعات بدي سبتها حصريا عن طريق الترمينال فخلينا نشوف كيفية تثبيت حزف والبحث عن البرامج على فويد لينوكس هو في عندي امر واحد رح يكون عبارة عن ثلاث اقسام اللي هو الـ xpps لحتى سبت برنامج طبعا رح يكون مع سودو رح قل له xpps install طيب هاد لكيفية التثبيت اذا كنت بدي اعمل عملية مزامنة للمستودعات بعد الinstall رح قل له space capital s اذا كنت بدي اعمل عملية update للنظام فرح قل له dash u اذا كنت بدي اعمل مزامنة وتحديث رح نقل له dash capital s u اذا كنت بدي دور على برامج فرح نقل له ما في داعي اني استخدم السودو لدور على البرامج فرح نقل له xpps dash query وبعدين اذا كنت بدي دور عليها بي المستودعات رح قل له dash r s اذا كنت بدي دور عليها من ضمن البرامج اللي انا منزلها بس رح قل له dash s طيب هذا للبحث والتثبيت لحتى احزف برامج رح نقل له طبعا مع سودو رح نقل له sudo xpps dash remove فهي الامور الثلاثة او هاي الامر الثلاثة اللي رح تستخدمها باغلب الاحيان او باغلب الاوقات في عندي options تانية بس ما رح ندخل فيها طبعا مثل ما حكيت انا لسه عمالي اتعلم الفويد فحلم كن علي طيب واحدة تانية من اهم الامور اللي لازم انه نسبتها ونفعلها الGUFW اذا كان بدي واجهة رسومية فراح نقل له sudo xpps داش انستول طبعا هاد مع المستقبل رح ضف له الياس لانه ما بدي اكتب كل هالديباج الطويلة فراح نقل له UFW وراح ضيف الGUFW وراح نسبت الاب armor هلا الUFW عبارة عن خدمة لازم اني فعلها هون ما في عنا الSystemD فراح نقل له sudo ln-s slash etc slash service slash sv slash UFW رح نقل له slash var slash service وبهاي الطريقة بيكون الجدار الناري اشتغل بحالة الاب armor في عندي خطوة لازم اني اعملها فلو رجعنا لل documentation ولو اجينا ودورنا على ال app armor رح يكون موجود بقسم security رح شوف لحتى فعل ال app armor رح اجي بالسطر الثاني او بالخطوة الثانية اللي عمله اللي set رح انسخ هاد الخيار اللي هو app armor يساوي واحد space security يساوي app armor وهاد بدي يضيفه ل linux command line او ل kernel command line اللي رح نقوم فيها باستخدام اللي grab فرح انسخ ورح نرجع لل terminal ورح نفتح باستخدام solo وباستخدام vim space slash etc slash default slash grab رح نشي للسطر اللي هو grab cmd line linux default رح اشي لنهاية السطر رح اضغط i space واعمل عملية لسق رح احفظ الملف واطلع منه بعدها لازم اني اعمل re generation الخاصة بgrub فرح نقل sudo grab mk config o رح نقل عندي app armor شغال طبعا بحالة ufw و app armor انا كنت حاكي عنهم بفيديوهات مستقلة طبعا كان الحكي اعملته على arch بس نفس الكلام بينطبئ على void فرجاع وشوف الفيديوهات الخاصين ufw و app armor هلا بنهاية الفيديو الماضي شفنا انه بعد اعادة التشغيل او وقت اللي اقلعنا كنا شغالين على ويلاند بس بعد تثبيت تعريفات انفيديا رجع واستخدم ال xorg هل ويلاند بيشتغل مع انفيديا على void صراحة ما بعرف لسه ما جربتها بس اذا كان بيشتغل اكيد رح ارجع و احكي عنها هل هذا الكلام معناه انه ما فيني استخدم برنامج مثل الويدرويد اللي هو عبارة عن الامبيوليتر للاندرويد اكيد فيني استخدمه على void بس ما رح كون عمالي استخدم تعريفات انفيديا لحتى كون قادر اني استخدم الويلاند طيب في عنا لسه حزمة تانية ضرورية جدا او عدة حزم لازم اني سبتها اللي هي خطوط نوتو لحتى يكون في عندي خطوط عربية اشمل ويكون في عندي ايموجيز فلو قلت له xpps dash query انو الحزمتين اللي بدي سبتهم او الثلاث حزم اللي بدي سبتها الحزمة الاولى اللي هي lcjk ما رح سبتها ولكن رح سبت الحزم الثلاث التانيات فرح نقل له sudo xpps dash install متل ما قلت رح نقل له noto dash fonts dash ttf بعدين noto dash fonts dash ايموجي وبعدين noto dash fonts dash ttf dash extra ورح نسبت اللخطوط الخاصة بجوجل بس هي مفتوحة المصدر طيب ضل عندي لحتى شغل الصوتيات او المرئيات اني سبت اما ال vlc او ال mpv طبعا انا بفضل اني سبت ال mpv ولحتى يكون في عندي hardware acceleration هذا الكلام بيعتمد على graphics card اللي عندي سواء كانت مدمجة او منفصلة ولكن الحزم اللي لازم اني سبتها رح تعتمد مثل ما حكيت على شو هو ال hardware اللي عندي بحالة انفيديا بحالة intel اذا كان في عندي معالجات جديدة رح يكون في عندي حزمة او اذا كان في عندي معالجات قديمة رح يكون في عندي حزمة تانية ولكن الحزم رح تكون هي اما رح تكون حزمة intel dash media dash driver هاي للمعالجات الجديدة بحالة المعالجات القديمة رح تكون leap va dash intel dash driver هاي بحالة intel بحالة amd رح يكون في عندي اسم الحزمة اللي هي mesa dash vd pau هاي بحالة amd بحالة انفيديا نحنا مع تثبيت التعريفات مغلقة المصدر فتقريبا حلينا مشكلة hardware acceleration الشيء الوحيد اللي لسه معرفة كيف يشتغل وكل محاولاتي فشلت اللي هي كيف سبت النظام مع ptrfs او مع ptrfs فاذا كان في واحد من جرو void على المتابعين للقناة بيستخدموا void مع ptrfs ياريتي الولي كيف عملوا هاي الطريقة بقسم التعليقات او يحطوا لي التوتوريال اللي اتبعوه لحتى تجربها طبعا انا لسه عمالي دور على هاد الموضوع واكتشف خفايا الفويد ولسه في كتير مواضيع لحتى انغطيها وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر